واحية مختلفة في موضع عزال عبد الكريمة الكابلي مختلفة طعماً وملامحاً ولحناً في الرحيل وساد الكبير بيترع عبد الكريمة الكابلي وليسا معاكم على الهاتف أيضاً موجود معنا واحد من الأصحاب الدار والمنزل الشاعر الملحن الفنان الوساد الكبير عمر الشاعر عمر الشاعر الصباح حزين علينا ويترحم على ساد الكابلي ونأخذ إفادات عننا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صباح الخير وجمعة طيب ومباركة عليكم وعلى قناة الأزرق وعلى كل الأمة السوداء نترحم معاك على روح الوساد الكبير ونأخذ عنك إفادات نتكلمنا عن جانب مختلف من الكبير في تجربته اللحنية الساد عمر الشاعر شاعر الجميل عمر الشاعر كيف يمكن أن يقدم فنان وإنسانه حاجات مختلفة عن حياته وهو موسوعة يعني الجمال ما طبيعي لكل الحاجات تغنى شرقا وغربا شمالا وجنوبا وباحث في التراث يعني فنان قدر يقدم تجربة فريدة منه أعتقد تكون مؤسسة كاملة إزمى دكتور عبدالكريم الكابلي نعم نعم أحسن الله العزاء في فقيدنا الكبير الدكتور الإنسان الفنان عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز الكابلي نعم نعم صحيح كل الناس اللي سبقوني بالحديث يعني الحمد لله يعني فسروا تفسير وأغنون عن كل ما ممكن أن نقوله عن أستاذنا الراحي دكتور عبدالكريم الكابلي رحمه الله رحمه الله عمر الشعر نعم ربنا يرحم الغبر اتكلمنا معاون عن التجارب اللحنية لكن الشعرية للكابلي مختلفة لأنه دخل في شعرية كبيرة جدا نأخذ منك إفادة حولها رحمة الله عليك تلف تماما صحيح في نظمه في القطير وفي ألحانه وحتى في كل ما يعني يختاره من خياراته الشعرية وكرجل شاعر بحق وحقيقة رجل متحين وكان عنده خط لحني يعني ممزوج التقليدية وأيضا ممزوج بالشعر والجمال وبالحداثة نعم وهو كان فنان لكل المراحل وكان رجل يعني 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 يعرف كيف ينتقل كلمة وكيف ينتقل كيف يعني يطوها صياغة فنية رائعة وكيف يقدمها جديما جميع نعم أحدث نقلة فنية كبيرة جدا في تاريخ الفن السوداني له هو المغفرة طيب طيب أستاذ عمر الشاعر الفنان تكلمته برضو عن هو كدر أستاذ الكابلي يعني من سين صغيرة جدا زيك قدر يمتهن المهنة يعني هو يتكلم عن من 18 سنة بدأ الغناء بنشودة أسيا أفريقيا اللي هي الرائعة التاجسر الحسن نعم هو قال غناء قدم جمال عبد الناصر وكانت شكلت فارق في علامته الفنية نعم بعد ذاك أنه هو يعني بتلقاه أنه يعني ينتقل للسهل المنتنع في كلامه يعني زاهية واحدة من النقاط الفارقة في الغنة الخفيفة الجميل نعم في تاريخ فن بتلقى حاجات كثيرة يعني أغنيات كثيرة لو لمسنا شاعرية عندك لأنه أنت أقرب للشاعرية من أنه يتمس عندك الحاجة أو مفردته في التعامل هل تقدرات لحنية قدرات اللحنية للشاعرية قدر تكتمل مع صورة الفنان كاملة فميز الكاب اللي عندونه من جيل أوحى المختلفين من الفنانين أيوة أكيد 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 هذا الرجل الرائع اليمير رحمة الله عليه تقافة الزمان والمكان ووجوده في الشرق ووجوده في كل مكان في داخل السودان ومقر عمل وغيره صحيح أحدث فيه يعني تراكمات بتاعة أفكار موسيقية جميلة قباقات المنحول وعلى وكان رجل يعني فضيق للجميع وكان يعني احتوائيته من القلصاء والنجباء والناس اللي عندهم شأني كبير جدا جدا في الثقافة والأدب والعلم فاستقى منه وعبر الأزمنة وعبر الأيام طرت تشكل في داخله يعني الكثير من الأفكار الموسيقية ترجمة ترجمة حقيقية جدا جدا في كل أعمال الموسيقية وكان يحتفي بعاد فيه وكان يعني يحب جدا محب جدا لكل أعمال الفنية وكان يقدمها بمحبة خالصة صحيح ولا أيها شاء الله مع وقم عمل في النيل الأزرق بيجود الشغل تجويد فوق المحتاج وهذا السبب الميز الشيء الميز عن بقية أغرار من الفنانين هو التجويد والسابر رحمة الله كان محب جدا جدا ليعشق الفن ويعشق الحجب وكان يتنقل عبر الثقافة العربية والغربية واستخلص منها وينا ذاته سفيرا للنواية الحسنة نعم هو تباو يعني مكانا كبيرا جدا جدا يعني حجز بنفسه مقعد صحيح أمامي مقعد أمامنا ليصلتوا بينهم ووضعيه تزادوا لأنه يعني كان مؤهل متأهيلا كبيرا جدا أنه يكون هو سفير للأرأي الحسن وقدم السفير وقدم الزميل بقدر عطاءه ربنا إن شاء الله يرحموا بقدم من شعر ومن غناء ومن محبة للناس وهذا الرجل القام هذا الرجل القيمة القام والقيمة وهذا الرجل يعني صاهر لا تتكرر إطلاقا جدا في الوطن العربي وفي السوداء الخاص شكرا لك شكرا لك سيد عبدالشاعر أنت ضيف أساسي عندنا وزول بيت إن شاء الله يطيل عمرك وديك صحة والعافل ألف رحمة ومغفرة ونور تنزل على الأستاذنا بكتور عبدالكريم الكامل رحمة والمقرة لأستاذنا بكتور عبدالكريم الكامل ونعزي أسرته ونعزيكم أقلاتني الأزرق ونعزي كل السودانين في دافل وخارج السودان وفاذق العزاء لكل الأحل ولكل محبي ومريدي صحيح شكرا لك كتب خير